وإلى الخبر الأخير في نشرتنا هذه حيث ناقشت اللجنة المناقصات العامة بمحافظة المهرة برئاسة الأمينة العام للمجلس المحلي سالم نيمر الاثنين مناقصات السبعة مشاريع في القطاع التعليمي وتشمل المشاريع بناء أربعة مدارس مكونة من ثلاثة فصول مع ملحقاتها في وادي معد بمعنى عرى ومنطقة عبر نوت بسيحوت وصنوي بقشن وشغوث بحوف ومشروع بناء إدارة مدرسة الرياضة بالإضافة إلى السكن للمعلمين وترميم المدارس في راس فوري بمدرية الغيظة ومشروع بناء السكن للمعلمين في ديكبريت بحصوين ومشروع بناء بوفيه للمعهد التقني بالغيظة وأحالت اللجنة المضاريف إلى لجنة التحليل والتقييم لاستكمال إجراءات المراجعة والدراسة وتقييم العرض وتحليلها وفقا للقانون المناقصات والرفع بعد ذلك إلى اللجنة وإلى ذلك ناقش اجتماع برئاسة المشرف على قطاع الشؤون الفنية بمحافظة المهر المهندس عوض قزوين سير العمل والتنسيق بين المقاونين المنفذين لمشروع توسع الطريق المنفذ ومشروع مياه شحن وخرج الاجتماع بإلزام المقاولين بألية متفق عليها بالتنسيق بين الأشغال العامة ومؤسسة المياه وسيتم إلزام المقاولين بالعمل بها وتنفيذها